مصرف البحرين المركزي وقد أفاد بيان صادر عن المصرف أن هذه التوجيهات الجديدة من شأنها أن تزيد من فئات الصناديق الاستثمارية المنشأة في البحرين لتشمل صناديق البورصة المتداولة كنوع آخر من صناديق الاستثمار الجماعي التي يمكن إدراجها في البورصات من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى كما ستتيح إمكانية تسجيل صناديق البورصة المتداولة المنشأة خارج البحرين كما هو مبين في المجلد السابع من مجلد التوجيهات قال الرئيس التنفيذي لمجموعة GFH المالية المدرجة في أسواق البحرين والدبي والكويت هشام الريس إن المجموعة تتفاوض للاستحواذ على أصول تعليمية جديدة خلال العام المقبل 2018 وكانت GFH المالية قد وقعت منذ أيام اتفاقية مع مجموعة انسبايرت تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار وقد أوضح الرئيس أن المجموعة تسعى إلى الاستحواذ على مدارس في الكويت والبحرين لافتا إلى أنها أجرت مفاوضات عديدة للاستحواذ على مدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة مشيرا إلى أن الشركة تتطلع إلى عمليات استحواذ في قطاع التكنولوجيا وتحديدا على مستوى الإمارات كما تجري المجموعة بحسب الرئيس محادثات أيضا للاستحواذ على بنك محلي في الإمارات أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد أن القيادة الرشيدة أولت المرأة البحرينية كل الاهتمام والرعاية مما ساهب في تبوئها للمكان المشهود لها وتمكينها اقتصاديا لتصبح مساهما كبيرا في تنمية الاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاعات التجارية والصناعية والمصرفية إلى أعلى مستوياتها جاء ذلك خلال احتفال غرفة تجارة وصناعة البحرين بيوم المرأة البحرينية وذلك تقديرا لجهود الموظفات في بيت التجار المتميزة في خدمة الغرفة والإسهام في فتح آفاق أربح من النمو والازدهار حيث أعرب المؤيد عن اعتزازه وتقديره أو تقدير الغرفة والقطاع الخاص بالمرأة البحرينية وبعطائها المستمر في المسيرة التنموية والاقتصادية ولدورها الرائد في جميع قطاعات العمل والإنتاج وقفتنا الآن مشاهدين مع أسعى صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الحمراء بانخفاض نسبته 0.3% عند مستوى 1265 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الخدمات وقطاع الصناعة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.526.000 سهم بقيمة إجمالية جاوزت 572.000 دينار تم تنفيذها من خلال 54 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 66.89% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ونتابع الآن أغلاقات البورصات الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7100 نقطة بالخفاض بلغت نسبته 0.62% أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4356 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 1.43% وكانت الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5041 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.43% كما هو موضح على الشاشة